السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي طلبة الصف 11 المسار التكنولوجي سنكمل معاً الوحدة الأولى تطوير مواقع الويب وسنبدأ بالدرس الرابع تصميم موقع الويب الجزء الأول هذه الخريطة الذهنية للوحدة الأولى وسنبدأ بالجزء الأول من الدرس الرابع بداية سوف نستعرض معاً أهداف الدرس سنبدأ معاً بالتعرف على خصائص CSS الأساسية المتعلقة بالخلفية ثم سنقوم معاً بتغيير لون الخلفية Background Color ثم سنقوم بإضافة صورة كخلفية للصفحة Background Image وسنتعلم كيفية تكرار الخلفية Background Repeat وسنتعرف على جميع القيم المختلفة لهذه الخاصية ثم في درسنا اليوم سنقوم بتغيير موضع خلفية الصفحة Background Position وقيم هذه الخاصية سأعرض لكم بعضاً من مصطلحات درسنا لهذا اليوم الخلفية Background لون الخلفية Background Color صورة الخلفية Background Image تكرار الخلفية Background Repeat موضع الخلفية Background Position أعزاء الطلبة سأقوم بمراجعة سريعة بما تطرقنا إليه في الدرس السابق لدرس خصائص CSS المرتبطة بتنسيق النص وسأبدأ معكم بأول خاصية اللون Color مثل H1 Color Green ثم خاصية حجم الخط Font Size مثل H2 Font Size 100% ثم نوع الخط Font Family H1 Font Family تهوما Sans Surf ثم خاصية نمط الخط Font Style مثل H1 Font Style وخاصية عرض الخط Font Weight مثل P Font Weight Bold وآخر خاصية زخرفة النص Text Decoration مثل H1 Text Decoration Underline أما اليوم فسنتعلم معا خصائص CSS المتعلقة بالخلفية الأساسية وأول خاصية لدينا هي Background Color أي لون الخلفية وإذا أردنا أن تكون الخلفية على شكل صورة فسنستخدم خاصية Background Image وسنتحكم بتكرارها من خلال خاصية Background Repeat ثم سنتحكم بمكان هذه الخلفية من خلال خاصية Background Position وسنبدأ بأول خاصية من خصائص CSS المتعلقة بالخلفية وهي Background Color ما هي خاصية Background Color؟ هي خاصية من خصائص CSS المتعلقة بلون الخلفية تستخدم هذه الخاصية لتعيين لون خلفية العناصر التي تم اختيارها وتحديدها بواسطة المحدد يمكن كتابة اللون بأي من التنصيقات الموجودة ضمن خاصية اللون وكما درست سابقا أن للون عدة تنصيقات فيمكنك كتابة اللون كما هو باللغة الإنجليزية أو يمكنك استخدام رمز Hexa أو ممكن كتابته عن طريق تنصيق RGB والآن سنتعلم كيفية تطبيق هذه الخاصية على صفحات الويب من خلال هذا المثال هذه صفحة ويب قمت بتصميمها في الدروس السابقة وهي لا تحتوي على تنصيقات للخلفية هل رأيت هذا الملف سابقا؟ نعم إنه ملف CSS الذي قلت بإنشائه في الدرس السابق سنقوم بالتعديل عليه ليصبح لدينا لون للخلفية سأذهب بجزء مخصص لبادي ثم أقوم بكتابة background color ثم أقوم باختيار اللون وسنأخذ مثال لون brown والآن سأعرض لكم النتيجة النهائية لصفحة الويب لاحظ هنا أن اللون أصبح لكامل الصفحة سوف أختم الهدف بالسؤال الآتي كيف يمكنني أن أجعل الخلفية للفقرات وليس للصفحة كاملة؟ ما هو التغيير الذي سيكون على ملف CSS لأجعل الخلفية للفقرات فقط؟ فكر عزيزي الطالب أحسنت سنعود معا إلى ملف CSS الذي أنشأناه سابقا بدل أن نضع الخاصية في بادي سنضعها في باريغراف B لاحظ عزيزي الطالب background color وسأختار هذه المرة تنسيق الRGB هذه هي النتيجة النهائية بعد أن قمنا بالتعديل على الجمل البرمجية في ملف CSS لاحظ معي عزيزي الطالب التغيير الذي حصل في لون الخلفية للصفحة كاملة ولون الخلفية للفقرات الآن سننتقل معا إلى الخاصية الثانية background image خصائص CSS المتعلقة بصورة الخلفية background image تستخدم هذه الخاصية لتعيين صورة كخلفية من خلال استخدام قيمة الURL والURL تعني الimage address أو عنوان الصورة على سبيل المثال background image URL images backslash dh.gbt بشكل عام عندما ندخل الURL كقيمة لخاصية CSS فإننا نكتبها بين القوسين الخاصين برابط الURL لاحظ عزيزي الطالب أن ملف CSS وملف HTML ومجلد الصور موجودين في نفس المكان سواء على سطح المكتب أو في مجلدات خاصة وإذا قمت بتغيير الموقع فيجب كتابة العنوان في الURL حسناً الآن كيف يمكنك معرفة نوع امتداد الصورة؟ وهذا مهم جداً عند كتابة الجملة البرمجية الخاصة في الURL إما أن تضع المؤشر فوق الصورة فترة من الزمن فيظهر لك العنوان أو أضغط بزر الفأر الأيمن على الصورة ثم أختار properties أو خصائص ثم عن type of file يظهر نوع الامتداد فمثلاً هذه الصورة من نوع PNG لنعود إلى ملف CSS لتطبيق خاصية background image سوف أذهب إلى الجزء المخصص في بدي وأبدأ بكتابة الأحرف الأولى من الخاصية سيظهر لدي بعض الاقتراحات سأختار background image ثم أكتب عنوان الصورة في الURL اسم المجلد images اسم الصورة دوحة dot امتداد الصورة PNG ولا ننسى أن نضع عنوان الصورة بين علامتي تنصيص هكذا تكون النتيجة عند إضافة صورة للخلفية لاحظ أن الصورة مكررة لكامل صفحة الويب لو أردنا أن تكون الخلفية صورة واحدة فقط وغير متكررة ماذا يمكننا أن نفعل؟ هناك خاصية سنتعلمها بعد قليل حتى نتبكن من التحكم من تكرار الخلفية وهي background repeat الخاصية الثالثة من خصائص CSS المتعلقة بتكرار الخلفية background repeat استخدم هذه الخاصية لتكرار الخلفية بحيث يتم ملء الشاشة وقد تحتوي هذه الخاصية على قيم مختلفة منها repeat أي يتم تكرار الخلفية أفقيا وعاموديا بشكل افتراضي بحيث يتم ملء المربع الموجود بكامله repeat x يتم تكرار صورة الخلفية أفقيا فقط repeat y يتم تكرار صورة الخلفية عاموديا فقط no repeat أي يتم عرض صورة الخلفية فقط fix تبقى الصورة في نفس الموضع في الصفحة وأخيرا scroll تتحرك الصورة لأعلى ولأسفل أثناء قيام المستخدم بالتمريم كيف سنطبق هذه الخاصية وقيمها سنعود معا إلى ملف CSS السابق وعند الجزء المخصص لbody أبدأ بطباعة background repeat وهنا يتم طباعة قيم هذه الخاصية فمثلا سنأخذ no repeat أي لا نريد تكرار لصورة الخلفية ستظهر الصورة مرة واحدة فقط في الخلفية الآن لنرى النتيجة كيف ستكون لاحظ عزيزي الطالب أن الصورة موجودة دون تكرار حسنا لو أردنا تغيير موضع الصورة ووضعها في مكان آخر هناك خاصية تساعدنا بتحديد موضع الخلفية background position خصائص CSS المتعلقة بموضع الخلفية background position تتيح لنا هذه الخاصية تحديد موضع الصورة في نافذة المتصفح توجد عدة قيم لهذه الخاصية يمكن أن نضع الصورة أعلى اليسار left top أو مركز اليسار left center أو أسفل اليسار left bottom أو أعلى الوسط center top أو مركز الوسط center center أو أسفل المركز center bottom أو أعلى اليمين right top مركز اليمين right center أو أسفل اليمين right bottom لنطبق هذه الخاصية سنعود معا إلى ملف السي اس اس. ولكن قبل ذلك اريد ان انبهك الى ان اسم الصورة يجب ان يكون دقيق جدا. فلو تغير لو حرف واحد فقط من اسم الصورة فلن يتم تطبيق هذه الخاصية. لذلك انصحك بعمل نسخ لاسم الصورة ثم عمل لصق عند ال url. ولتطبيق خاصية الموضع ايضا في الجزء المخصص في بضي ابدأ بطباعة باكي جراوند بوزيشن. ثم اختار القيمة المناسبة الذي تريدها. ولناخذ مثال سنتر توب. هذه صفحة الوب النهائية. لاحظ عزيزي الطالب كيف اصفحت الصورة في اعلى الوسط. لنطبق الان ما تعلمناه سابقا في هذا التدريب. تأمل الشكل ثم اكتب الجمل البرمجية المناسبة لكل مما يلي. واحد انشاء خلفية للعنوان قطر في القلب وتغيير اللون هذه الخلفية الى اللون الذهبي. اثنان تغيير خلفية الصفحة الى صورة من اختيارك. ثلاثة قم باضافة الخاصية المناسبة حتى تصبح الخلفية غير متكردة. اربعة. قم بتغيير موضع الخلفية لتصبح في اعلى اليمين. انصحك عزيزي الطالب بايقاف الفيديو وحل التدريب. لحل هذا التدريب يجب تصميم صفحة اله تي ام ال في البداية. ضاحظ انني وضعت العنوان قطر في القلب داخل اتش وان. اقوم بحل التدريب في ملف السي اس اس. ولانشاء خلفية للعنوان قطر في القلب. ساضيف الجملة البرماجية المناسبة في اتش وان بعض اضافة واختيار التنسيقات المناسبة. باكي جراوند كالر. واختار اللون المطلوب وهو جولد. ولتغيير خلفية الصفحة الى صورة ساقوم بحل هذا المثال في الجزء بادي. باكي جراوند امج. يو ار ال كتابة اسم المجلد ثم اسم الصورة وامتدادها. ولجعل الخلفية غير متكررة يتم اضافة في جزء بادي ايضا. باكي جراوند ريبيت واختيار القيمة نو ريبيت. ولتغيير موضع الخلفية وجعلها اعلى اليمين يتم كتابة باكي جراوند بوزيشن واختيار رايت توب. تعلمنا في درسنا اليوم خصائص سي اس اس المتعلقة بالخلفية. وفي النهاية اشكركم اعزائي الطلبة على انتباهكم وحسن متابعتكم. اشتركوا في القناة